وللمزيد حول الفرص الاستثمارية في منطقة محور قناة السويس التي تعتمد عليها مصر كمنطقة جذب لاستثمارات دولية في مجالات اللوجستيات والملاحة والشحن البحري هنحاول أتعرف عليها من ضيفنا لبينضم لهذه النشرة صوت وصورة كبير مرشدي هيئة قناة السويس القبطان هشام النعماني أهلا بك قبطان نعماني لهذه النشرة بالطبع ونود مبدئيا معرفة ماذا يدور في أذهانكم من فرص استثمارية ربما تكون موجودة في هذه المنطقة تحديدا أهلا بك أستاذ أولاء منطقة قناة السويس منطقة قناة السويس إن شاء الله ربنا يدينا العمر ونشوفها أكبر وأقوى مكان اقتصادي واستثماري في منطقة الشرق الأوسط وهي مؤهلة لذلك تماما وبقالنا في الفترة اللاحقة كنا بنجهز لكل الاستثمارات راح تتكلم عليها الخطط اتعاملت البنية التحتية جهزة القوانين الاستثمار الحمد لله في طريقها إلى الظهور بصفة نهائية موضوع تعويم الجنيه وده كان عقبة كبيرة كبيرة في تواجد المستثمرين والحمد لله ربنا أكرمنا بالقيادة القوية الجريئة اللي استطاعت إنها تاخد هذا القرار اللي الدولة كانت أشد الحاجة ليه من سنين طويلة فالاستثمار في منطقة قناة السويس منطقة خصبة جدا المشاريع والأفكار فيها لا حدودة لها المنطقة مؤهلة وجهزة وإن شاء الله يكون في القريب العاجل نسمع أخبار كويسة جدا يعني حضرتك سيادة القبطان ذكرت بأن البنية الأساسية جهزة وأيضا قانون الاستثمار أو قوانين الاستثمارات ربما سترى النور في وقت قريب طيب نحن في انتظار ماذا ونعلم أنه الموانئ الست الموجودة هناك ربما بتحتاج إلى تطوير يعني هذا ما نعلمه بأنها مش جهزة يعني أقصد أنه بشكل كامل لا الموانئ جهزة لبداية التحرك الموانئ جهزة لبداية التعامل مع والتفاعل مع أي تواجد استثماري في المنطقة لكن اللي بيتم حاليا من تطوير ميناء شرق برسعيد لاستيعاب الأحجام اللي احنا متوقعينها إن شاء الله من الاستثمار الضخم في منطقة شرق برسعيد للمشاريع والأفكار اللوجستية من تجميع وإعادة تصدير لبعض المنتجات وإقامة المشروعات المتواجدة هناك بالإضافة إلى أفكار لوجستية لدعم السفن أثناء عبور القناة السويس وده بيتم بصفة دائمة لأن رحلة قناة السويس لا تقل عن 10 ساعات حاليا بعد قناة السويس الجديدة وتعديل نظام الملاحة بالقناة لكن بفكرة بسيطة للمستمع الكريم إن السفينة ما بتوصلش على توقيت دخولها القفلة أو القناة تماما السفينة بتوصل قبل موعد دخولها للقفلة لقناة السويس مش أقل من 5-6-7 ساعات ويمكن أكتر من كده في بعض الحالات وبتوقف تنتظر في منطقة الانتظار سواء أمام برسعيد أو أمام السويس الوقت ده وقت للأسف وقت بيعتبر وقت مفقود للسفينة فالمفروض إنها بتستفيد بأي شيء في هذا التوقيت من أهم الحاجات اللي ممكن تستفيد بيها وده اللي بيحصل في موالي العالم وبيحصل جزئيا عندنا في مصر لكن أسف بدرجة بسيطة شوية وهو تموين السفن بالوقود والمياه والموضوع ده موضوع ضخم شوية لازم تكون فيه شركات كبيرة عملاقة وممكن يكون الدولة لها تدخل أو دعم لها وفيه شركات وطنية كانت بتقوم ولا زالت بتقوم لكن زي ما أنا ذكرت بمستوى بسيط جدا لكن دي أحد الفرص القوية جدا للاستفادة من عبور هذا العدد الضخم وبسم الله ما شاء الله النهاردة عندنا في قناة السويس من الشمال ومن الجنوب عندنا 51 سفينة عبروا قناة منهم 21 سفينة من برسعيد هذا العدد يعني عظيم أنا جئت لهذه النقطة سيادة القبطان قبطان نعماني هذا العدد يعني أنتم كيف تقيمونه أو يعني هل هو في الزياد يعني أول ما بدأنا كان كام وأنتم تطمحون إلى كام أعداد وحمولات السفن سيدة الفاضلة أرجوك أحباء دائما في قناة السويس كل المسؤولين في قناة السويس من أول السيد الفريق مهاب رئيس الهيئة بنحب نقول الحقيقة ونحب نبقى واضحين مع الناس لأننا نتكلم في حاجة حساسة جدا وهي دخل قناة السويس اللي هو زي ما ذكرتم مشكورين في المقدمة من أهم روافد الدخل القومي للدولة فتوسعة قناة السويس تعمير قناة السويس حفر قناة السويس الجديدة لا علاقة له بزيادة دخل قناة السويس هو ما هو إلا تحسين لعبور السفن لقناة السويس زيادة الدخل لقناة السويس مرتبط بزيادة عدد السفن زيادة عدد السفن مرتبط بزيادة كمية البضائع المتدولة في النقل الدولي ما بين الدول لكن كل اللي احنا بنقدر نعمله وده اللي بنحافظ عليه واللي احنا حتى الآن الحمد لله متوفوقين جدا فيه بفضل قيادة الهيئة والكوادر الفنية الرائعة اللي موجودة في الهيئة ان احنا بنحافظ على مستوى متميز جدا جدا لخدمة عبور الصفن أثناء دخولها لقناة السويس حتى خروجها من الناحية الأخرى أنا أشكرك كبير مرشدي هيئة قناة السويس القطان هشام النعماني اشتركوا في القناة